سلام عليكم اليوم شواتنا دي الفاسية ان شاء الله غادي تقدم لكم بعد ما شفتو جاج الاول اللي عمرت لكم معمر وضرت لكم في الفران لقائق بال وان شاء الله دبا غادي نديرو الفخاذ ديال الجاج اللي تيكونو هاد الفخاذ من النوع ليا الكبيرة ديال الفخاذ الكبار اللي كيجيوا رائعين وتوهمة يجيوا تشرمي لواعرة وغادي يدخلوا الفران وهدي تتبعوا معي الفيديو من الوطن الاخر راكم كتعرفو ان الجاج كيف دائم اللي عادة كنصرعو عادي تصرعو هاتين توما في ديركم ولكن تبعو الطريقة وتبعو الطريقة ديال كيفاش كننقي الفخذ وكيفاش كنصوبو اول حاجة كنمدوا فيها وهي هالطريقة اللولة كنحاولو انه ننزولو من الفخذ اي حاجة الجاجة قاع كلها ما نبقوش نخليو الشحمة انتو ما كتشوفو لا بغيت نسطيبها بالمرقارة كننزولها جلده ولا بغيت ندخل شي حاجة الفران كنخلي ديك جليدة لانك تعطينا الشحمة هادي ديك الرجلة ديال الدجاج اللي كيني شي اخوات اللي كيخليوها وكيني اللي ما كيخليوهاش هاديك مهيم ما وقلتها في اول فيديو بعد ست سنين اليوتيوب قلت لكم عيب ان الرجل ديال الدجاج تكون نازالة فيها صبت ديالها تجرب صبتها اخصنا دايما نزولو هادك القديم ديالها اخصو يزول كنزول اي حاجة اللي دخلها في وسط الدجاج كنخليها نقيل حتى ذاك هاديك واقع الى الرية كيجيب لله هاديك اللي كتكون عندك حال دياله في الظهر دياله الرية يمكن كرية ولا الكلاوي اللي هو يمتبع كبنه من عندكم هنا يا غندي نقبط ديك الدجاج مع دمز وقلت له هادوك الشحمة ديالهم كاملين كاملين كنغسلوه مزيان عندي كنبغين نغسل انا عندك جوج حاجات اللي كنبغين نغسلوه مزيان هو الحوتس والدجاج ما كنخلي فيه هتشي حاجة هادي طريقة زوينة باش الحم دياله الدخل باش تدخلنا الشرمولة ويدخلنا بعد ممه غادي الملحوه ونخلله له يعني ندول له الخل او للحامض والملحة هادي طريقة زوينة باش الحم دياله الدجاج ديالنا اه الهبراء دياله كتجين لديدة لديدة وهذا كوسر ديال الماكلة انك كتكوني كتاكل شي حاجة وكتعجبك وكتجيك لديدة كتقول شنو دارت لها ولكن الى تبعتي القسيل وتبعتي الطريقة هاكا وكيفاش باش كتحكي ذاك شي كامل ويترقد مزيان اراكي غا تنجحي فيه مية في المية انتو ماشتو كنخوي علي واحدة كمية بوافيرة ديال الخل والملحة تهية كنكتر منها لان داك الملحة هي اللي كنحكو بها داك الجلدة ديالها مزيان باش كنحكوها مزيان بحالة طريقة اكا كليك اتماسي وكتخلي واترقد تبعت الليلة تبعت ساعة تبعت ساعة تبعت الليلة تقل الساعة تقل الساعتين المهم ها الدجاج ديالنا احنا ديال اوروبا مفيش الزفرق يعني مفيش مغسول كيجينا مغسول وحنا كنزيدو نكملو الغسيل ديالنا وحنا كيجي كيشعل كينين مدونو البلدان خريد البنسبة الناس فرنسا عندهم تششي شوية بحل مغريب فيها الريحة وكاذلك ديال سبانيا عندهم الحمدك دجاج كبير بزاف وغسول حكانو الفريق وهذا المهم احنا ديالنا هنا كيجينا تقريبا نقيا وحنا كنزيدو نقيا وهنزيدو نحاولو اننا نحقولو داك الملحة وداك الخل صافي خليتو ترقد هنا يا واحد سويعة صافي كافية من بعد اما غسلتو الصباح كامل بالملحة والخل وخليتو رشيتها عليه والملحة والخل خليتو كيترقد عاد واللي غسلتو واللي درتو عاو تاني الملحة والخل هاديك اللي ولو لغيك كنت باش يتلقش الريحة في الكوزينة ومن بعد عاو تاني كنا وخمت يتلقش الريحة المهمة نتندير هادي الملحة والخل كتتغطي البكتيريا المهم من غسل عاو تاني كننغسل عاو تاني كنرقض افل الملحا ونخلي واحد ساعة وعاد كنصلي لوم زيان ونحطاجوه مجهورDD ووصلي المقادير اللي عايدي نحتاجو فيها ستادي العناصر ديال العطاريه ELI TUMA , TAUMA , TALF IN FRF L'A HOMORE na 2018 كامون أليمن اكسبور ليابس увеличوجوجود اوعود نقوز اكسب الصحر لابس نقرر تومفي اذهب الناجمه وعايدي نطوروالا الملح الملح وهي السباق كنديرها لعناصر كاملة وهديرها دائما كنديرها في اي وصفة ديال للجاج وانا اقدرتها لكم حتى في الدجاج المحمر اللي عمرته لكم بلمعد النوصل الذي نحط لكم الرابط في اول تعليق اللي غادي تلقاوا الفيديو بعد ما غا تكونوا كتشوفوا التعليق اللي اول غادي تلقاوا الدجاج اللي ما زال ما طحتش فيه اللي اعجبوهم بزاف وشكرا بزاف على التعليق الزويونة اللي خلاوها للبنات وما جانيت تشيش دعمها تعليق اللي متشابه في النقير اللي ما جانيت تشي حاجة كنشكركم بزاف هنا كني قد واحد الحامضة حامضة عندي هاديرها تقدروا تديرو غينص ولكن حيث حامضة عندي ما فيهاش اللي بزاف درتها كلها وكانت ماشي كبيرة بزاف متوسطة من تبل تومة تومة ديروها غبرة اولا تومة طرية اللي بغيتو انا ننصح 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 بالطرية ان الطرية كتعطوح لمادق هائل كتر من اللي يالغبرة كينين موحيبي اللي كيبغيو الغبرة ولكن انا كتجين البلدية اللي كان نحكوها كتجين لديدة بزاف بالنسبة للدجاج المعمر اللي كنترت شرملتو فلافين عال بهاد العطرية ومن بعد مادرت له القوام الداخل بوحده مع البعدنوس وهذا وطلبوني البنات على افتاع عليق على الدجاج اللي غادي نديرو لكم ان شاء الله بالقشيوشات ديال القنصة وديال الكبدة والمعدنوس غادي نديرو ان شاء الله عما قريب ان شاء الله انتظروني وطالبين مني حتى طاجين ديال اللحم ديال البرقوق ديال هادي نقدمو لكم ان شاء الله حتى هو هناك تشوفوا كيفاش كان نحل الجلة من الداخل وكان ندخلها للعطرية وحاجة اخرى اراني ما اذكرتها لكم شرقمت ومتا تشوفوا خلطنا هذه العناصر هذي بزيت البلدية بغيتو تديروها مخلطة خلطوا بغيتو تديروها بقرومية وزيت البلدية ديروه ولكن ماشي كان نقولوا زيت البلدية لكم غادي تعوموا فيها المهم وشي حاجة باش تجرينا هذ اللاصص هذي اللي كان نديروها مع الجيش هنتم ما كتشوفوا كانت شرملو ديك الشرميلة بحال كانت شرملو شي حوت ولا شي هذا بحال هات طريقة هاك ممكن لبسلوه مزيان ذاك العطرية هذيك مزيانة باش كتدخل فيه ولكن راك يجي راوه على البنات هات جيش هدا كيمكن لكم تحطوه طلط ضيوف ديركم ترافقهم عاما هادو اه وصفات صيفية وصفات اللي تحتاجهم ليكم وليداتكم لضيوفكم مع صالاته في الوسط هذا صالاته نسواز وتديرو في الجنبات هادوك الجيش وتديرو ترافقهم مع الروس في الوسط انا اليوم درتهم مع الفريد وش لاذا دلخص هدا هو المفضل عندي بعد المرات كان دير الروس ايه بعد ساة وثاني شي شوية ديالا الروس درتهم لهم حد عاد قالوا لي بلاش ماما بلا ما تدري اليوم الروس ديرين الفريد اوكي المهم هنا يكن تتشوفوا العناصر العطرية وكلها كفاتني فتك شرمولا فتك الشاش هنا هادو نخلي هنا يرتاح مراتاته هادو نعطي له المدة دياليالساعة ولا ساعة ونص ونخلي على تيساعة هنا حتى يترقض لي مزيان من بعد بغيتو نديرو ديك الساعات يمكنني نديرو لان انا عاطيها القوام بزاف لان فاشكي يقول القوام كان قولكم دائما ما تخافوش من الدره جاية جاية إلا خففتي كيكي يقولوا تشطرت علي الدكرى هادو يجيل حاجة ناقصة صافي هنا هادو مادا والضجاج لي تشرب اللي مزيان إنتو مشترو نص ذاك الليالذية كلها دبا ونحاول اني نقلبه الجيال الخورة باش كتشوفوا ان الارطرية دية له تطل تحت دبا كنحاول انني نحركه باش نشربلو ذاك اى والضغطرية وداك القوام والذاك الاصص انه كان جيب مزيان بالطبخ على الكاغية المطبخ يعني وكنستهوم يعني هادو الفتكاش نضمع أطفال الطريقة نضيف الطريقة أنظر نحن تحفظ أنظر الطريقة يجب أن تحميه فوق الكاغط لكي يكون مرفوع يجب أن تخافي منه يجب أن نضيفه يجب أن نضيفه يجب أن نكمسه يجب أن يكون لدي الفرن شعر على درجة الحرارة 150 يجب أن نضيفه مدة ساعة ونصف يجب أن يكون طيب زبدة بالنسبة لكي يقود لكم فقط كبار والنسبة لكي نعندكم هل فقط صادر ساعة واربعة رات يكونوا وجدين ورات يطيبون هل دورامة يكونوا كبار يحتاجوا الطيب بحل الجاج الكبير لأنهم لحمين هنا كنا نضيفه وليس لديك لدي كاغيتة الزبدة بدأ لديك يسخن عندنا الحلم يجب أن يدي أباين بزاف كثير من القياس سنين بقى مرة أخرى لبسلكم كبيرت اليوم كان صحول الحل لموهيم كان كمس بحال هات الشكل هاك هو كان ديل حليل فولي اللي كيحميهم الحرارة صافي الفرن عندي أنا من نوعية مزي أنا اللي كيكون عنده الجهد لهذا الحرارة عالية بالنسبة لكم تومة اللي بقى كنتوا لا خاطركم اللي بغت عندهم الفرن ما فيش الحرارة بزيف ديله ساعتين وديروا على درجة الحرارة 150 ولا التالي ديال الفرن وديروا من تحته من الفوق أنا كان طيبه دائما على الفرفارة اللي كتكون مدورة ما كان حركوش حتى كان لقاه أنه تشمع وتحمر بوحده إلا بغت أن علامة كان وجد كان خليه نرجعه في الفرن كان ولي نحمره واحد شي شوية علامة كان وجدك شيلي فيدي هنتو ما راني دخلته هنتو ما وليت فاش خرجته كتشوفو هاكا ما وليتش حليت عليه نهائيا هي ديال حلال لولا علامة أنا راني كان قليل فريد را قدامكم كتشوفو كان قليل فريد قريبة هنا يا هنتو ما تجاش راها اللون ما كافيش لأن المحمر هي ما بعينش بالزاب أنا غادي نولي نهزلو ديك اللاصوس ديالو ديك المرعقة ديك الزويتة اللي هبطت منو ديال ديت البلدية ولي دم ديالو ديال الشحمة ديالو ديال الجلدة هي اللي كان كتعطيني ديك الفت باش كان ولي أو تاني ندهنها وكان ندوزها اللي كان وكان نرضو الفران ومدة ديال عشرة ديال دقايق حالما كان وجدت ديالي أنا غادي نزل هاوذا رجعتو صافي أنا كان كوندك ساعة وجدت المسائل تيالي اللي خادي نزل صافي ندجاج ديالنك يكون على هات الشكل هكا هي جي رائع وزربو ما تنسوش بارتاج ما تنسوش صعليق ولكن تعجبكم من لازع لهاد شي اللي لدجاج وهات شي اللي كان قدم لكم خليوني تعاليق وعطوني رأيكم تنتمو ولكن شي حاجة اللي محتاجة هاشي أخت ولا شي متتبعة ما في يديالي تطلبها لي وكانتمنى اللي فيديو يعجبكم إن شاء الله دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر